أهلا بكم مشاهدين من جديد يعني بمناسبة اليوم العالمي لذويء الاحتياجات الخاصة رحمة خالد هي فتاة مصرية لم تستسلم لكونها من ذويء الاحتياجات الخاصة وحاربت من أجل تحقيق حلمها كبطلة رياضية في السباحة والتنس وكرة السلة لتحصل أعلى عدد كبير من المدليات وتحقق ألقابا محلية ودولية صحيح يا روان ورحمة أيضا حصلت على باكالوريوس السياحة والفنادق عام 2018 وهي ممثل الاتحاد الدولي الرياضي الإنس في أفريقيا لتشجيع الفتيات والسيدات من ذوي القدرات الخاصة على ممارسة الرياضة أهلا وسهلا بي رحمة خالد صباح الخير صباح النور من زميلة إعد جنبي هلأ رح نستقبلك أكيد لنتعرف عنك أكتر أكيد طبعا رحمة صباح الخير صباح دينا في يوم جديد الحمد لله طبعا رحمة أنت بطلة في السباحة وكرة السلة والتنس أوه طبعا قولينا كيف بدأت حياتك الرياضية أنا بدأت حياتي الرياضية من سبع سنين يعني إحنا كلنا دايما منسافر ومنصيف في مصائف كتير فطبعا كنت بانزل مع بايا البحر وساعت مع أخواتي وفي مرة كنت باجر كده من بابا وإخواتي وانزل البحر الواحد ماما خافت علي في الوقت ده فقالت تعليم من السباح دورنا على مدرب يدربني ما حدش كان راضي وعدنا ندور على مدرب لحد ما لقنا مدرب كويس ويبتدى معايا وبعد أول تمرين قال لي ماما بنتك هتبقى بطلة وفعلا بعد سنتين نفسي مدرب ده بقى مدير فني في النادي لنا مشتركة فيه ودخلني أول بطولة كان عادي تسع سنين ويجبت مركز أول برافو حلو ماشرلا حلو جدا أنا بعرف أنه بعضك لليوم عمبت مارسي هوية السباحة أو رياضة السباحة وبتصح ساعة أربعة الصبح عشان تروح تتمريني خمسة الصبح بس إليك كيف فيك تصحي الصبح بدري ونحن مش قادرين نصحها قادرين لا يعني أنا لوحدي أنا متعودة على اللزم ده حلو يعني الحمد لله اللي نزمت لوقتي هي الرياضة وكباله برضو العاية السليم في جسم السليم دي حاجة معروفة في الرياضة صحيح برضو أنا تريد تنظم موقتي يعني بترتيب معين يعني أصحى الفج الساعة أربعة والأبقاء في البسيني الساعة خمسة من خمسة إلى سبعة برافو وبعد كده كنت بروح المهد لكن دلوقتي بروح الشغل كمان ومشالله وبعد كده طوال عادي ثلاثة أيام بروح في جيم من تمانية إلى عشرة حالو لأ أنا بعتقد يا روان أنه نحن لازم يعني رحمة أنت لازم تعلمينا كيف نزبط وقتنا وكيف نقصم وقتنا مش هيك خلص لازم لازم كل يوم يمكن تعلمينا شوي لنصير نقدر نعطي قد ما أنت عم تعطي أكيد يا رحمة نحن توصل معها أنت ما تعلق رحمة قوليلي شو دور أهلك لحتى ينموا مواهبك أدي فعلا أهلك لعبة دور كتير كبير في مسيرتك رياضية وما أهل الصراحة كان واسقين في فدراتي حالو لكن ماما الصراحة كانت جاندي متشجعني هي اللي خلتني أبقى متحمسة للسباحة وكيفان دور ببابا معايلة كان سلد لينا يعني مسيرني يعني دائما بيقول ليش أنت حيلك أنت بطلة ودائما لما بخش الطولة وبيجيب مداليا إخوتي بيبقوا فخرين بيت حالو دائما بيوري أصحابهم شوفوا أختي بطلة إزاي شوفت أختي جانبة باداليا أختي بطلة مصرية دائما فخرين بي يعني دائما وسعت طبعا كتير من أخرك مع بعض حالو كتير حالو كنت عم تتكلم عن الميداليات خبرين كم بطولة شاركت فيها وكم ميدالية وكم يمكن مركز متقدم حصلت عليه هو أكتر مركز نحن هلأ عم نشوف الصور على كل حال هذه الصورة وين دائت في قوة البحرية في سكندرية كان بطولة سباحة وجبت دهب برافو دي أكتر مداليات عرفيكنا بجيبها دهب ده أكتر مركز بجيبه لأن السباحة أنا شطرة فيه وده هنا برضو كان في لدي الشمس لما دي كانت دي كانت الأول خالص لما خلع علي 9 سنين دي أول مدالية دي كانت أول مدالية أول ما دخلت البطولة ماما كانتش تعرف أي حاجة أه لها دخل البطولة عامل إيه لها كنت بالعب في البسين لها دخلت البطولة جبت مدالية جبت دهب كمان عند مواهب عديدة هون شك أنت عمت عملي أنا شليك كنت في عرض أزياء أوه اختاروني فعملت في السنة الزفاف مع مع زكريا لواصل العيد سورة ديت في سنة الإجاز هل كانت هم اختاروني تكريمي عشاني بطلة رياضية وقتل هي كانت طريد السباحة برضو بس كانت طولة عالم رحت إيطاليا أه ورحت لبنان السورة اللي فاتت قبل السورة الأنجاز كانت إيطاليا كنا راجعين فاستقبلوا لك الكبتل كلها هنا أنا كنت لما خلصت بقى أنا كنت عايزة ألعب لعبة جديدة يعني اخترت تنس حلو أه بقى لك أدي لعبة صعبة جدا أشتري يعني صعبة جدا أه أنا هنا فعلا أنا بحب الموضة أو بحب أعمل حاجات حلو ففي واحدة صحفية طلبت مني لأ أعمل سورة للمجلة بتاعتها العيوة ومن وانت خلينا نعد مع بعض لكان حضرتك بطلة بالسباحة وبطلة بالتنس وبالسلة وعارضة أزياء ومزيعة ومزيعة حدولي شو بعد مخبايتين لنا شو حبة يا رحمة شو عندي كمان مواهب حبة بريزيا يعني غير اللي أنا أبقى عارضة أزياء غير اللي أنا عايزة أبقى مزيعة نفسي طبعا أكتر حاجة بحبها جدا إن أنا نفسي أنا مش عارفة يعني نفسي نفسي بأمثلها لا هلو هتبقى نفسي بجانب نفسي بجانب عندما واهب نفسي بجانب لأنا أحب التمثيل برضو شو هي الأدوار اللي حبة تمثيها أدوار در بس مش شفت من الإزاعة أوكي طبعا أنت حبة تمثي أدوار معينة مسلسلات اللي هي تكون درامية ولا تكون كوميديا لا بصير وكوميدي دراما أي حاجة أي حاجة بس أمثل أمثل أدوار بحد عندي كمان صفحة على الفيسبوك خاصة بالمطبخ آه مطبخ رقم آه هو هو لو حد حبيبي يخش على الصفحة بتأتي البيتش بتأتي تسمعه رحمة خالد بين إنجش وبالعرب الصفحة دي بتعمل على التوعية بتعمل توعية للمجتمع وللكل الولية قابرة عنده طفل من دامة قدرات الخاصة أو من دامة لازمة دامة يبتدي يتم بيه يبتدي يدخله دمج يبتدي يدخله تدخل مبكر والحاجات اللي هي اللي لسه ما عنداش عليها لليدية لازم أساسي عند الطفل وإنتي أكتف يا رحمة على السوشال ميديا بتدفعلي مع الناس والجمهور آه طبعا أنا على صفحتي بنزل قصص نغاية حيات حالا وغيرت كده كمان بنزل صوري بنزل صور أصحابي على الصفحة الموضوع بتاع مطبخ رحمة ده اللي أصل إلى هواتي المطبخ بأحب المطبخ يدان فأنا كنت عايزة وصل معلومة بس معلومة غير مباشرة يعني إن أنا أدخل المطبخ إن أنا أعمل أكلات وإن أنا أبتدي أعمل لايفات وضخ رحمة لما عملت كده بطعا عايزة وصل معلومة إننا نقدر نعتمد على نفسنا أكيد وإننا نبتدي نخش المطبخ ما نخافش نستعمل البوتاجاز أكيد ما نخافش إننا نستعمل السكاكين بس نستعملها بطريقة سليمة أكيد طب خبرين شوية شو ممكن نتحضر يعني اللي مصورتين أنت على الفيسبوك ومنازلتين على الفيسبوك شو هن مثلا قصص نجاحات ملازلها قصص نجاحاتي قصص نجاحات صحابي تنزل صور أصحابي وعن المطبخ يا رحمة شو بتنزلي عن المطبخ المطبخ ده أصلا دي هوايتي هواية هواية مش موهوبة لا هواية لأننا فعلا أنا فعلا بحب المطبخ أما بساعد مامتي نحن زيد برضو على الهوايات أختيها من أي بلدان وإنت أول مرة رفعت العلم المصري برا مصر بصي أقول لك في سنة 2010 البطولة كانت في سوريا ديت فعلا جبت فيها اتنين دهب واحدة فضة واحدة برونز في نفس الوقت رفعت عالم بلدي قلت حاسة بفخرة وسعادة حالي حاسة لأنا ويعني أن أنا بطلة مصرية بجد ومش يعني مش يعني مش يعني مش حد جايبه يعوم ومش بطل لا أنا بطلة مصرية أنا فخورة أنا بطلة مصرية حالي قطيب ده ده كمان غير سوريا إيطاليا 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 لليل ديت كانت تونية عالم جبت فيها مركز ثالث على تصنيفي وجبنا مركز سابع على العالم في التتابع برافو وبرضو رفعت عالم بلدي حلو كتير اللي اتنين دولت كان العم حا وطبع اللي دنين كان طمر الشباب والمدارس كانت فالو 12 وسفرت قرية كانت فالو 13 بل كانت سفرت عمان كانت فالو 13 بسم الله عليك يا رحمة فالو 14 قلت ألا متضمن المتخب التنس الأرضي وجبت مركز ثالث كانت في نفس الوقت قلت مركز كلمة ده بل لويس عن فتاح السيسي كانت بطولة الإقليمية الثامنة كانت مقام هلاف مصر رحمة أنت كمان المتحدث الرسمية لعام 2018 للمؤتمر الشباب العالمة يلي هي بتشمل يعني أشارك الأوسط وزفرت أمريكا برضي كمان عرضت ثوري أنا بزورها فتوكرافية غير حاله كثير غير كبيرنا إلينا كنا نعمل عروض في لونة شعبية أكيد طبعا رحمة يعني إحنا نتمنى لكل التوفيق نتمنى أنت كمان كل أحلامك نموحاتك بالمستقبل قريب حبيبتي وإنتي نورتينها بيوم جديد وكنت مزيعة وضيفة خفيفة وكريمة إلنا إحنا لليوم جديد نشكر أكيد وجودك رحمة شكرا كتير شكرا يا رحمة نورتينها بلسي